بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن الأضحية أذبحيه عم الشيخ في يوم عيد الأضحى لو أنت عايش مع أولادك في بيت لوحدك يجوز أن تذبح شاه خروف يوم العيد طيب خروف يوم العيد يبقى عنده قد إيه؟ قالوا لو من الضأن يبقى عنده ست شهور لو من المعز يبقى عنده سنة طيب لو من البقر البقرة على سبعة وهي ما أكثر من سنتين ما عمرها أكثر من سنتين البقرة طيب العقل أيضا يجوز لو عمره أكثر من سنتين يجزئ في الأضحية طيب الجمل الإبل ما كان عمره خمس سنوات خمس سنين يبقى الخروف فوق ست شهور الماعز فوق سنة البقرة فوق سنتين الجمل فوق خمس سنوات جدار الإفتاء المصرية حلت لنا المعضلة دي وقالت قال عبراته بوفرة اللحم لو الخروف لحم كتير ينفع نتباحه في الأضحية لو البقرة ما كملتش سنتين أو العقل ما تمش سنتين ولحم كتير في لحم متوفر ينفع نتباحه وكذلك الجمل لو لم يتم خمس سنوات وفيه وفرة لحم يجوز أن يذبحك أضحية الخروف عن واحد والبقرة عن سبعة والجمل عن سبعة يبقى نشوف البقرة بكام البقرة مثلاً بـ 30 ألف جنين وزع على سبعة الجمل بـ 30 ألف جنين وزع على سبعة الخروف عن واحد عنك وعن زوجتك وعن أولادك فقط طيب يا عم الشيخ لو أنا عايز أعمل عقيقة وأضحية مع بعض عايز أعمل عقيقة وأضحية عندي ولدين وبنت ينفع أجيب بقرة أو عجل يبقى هو ده عبارة عن العقيقة والأضحية قالوا العلماء نعم ينفع عن كل ولد سهم من البقرة أو من العجل أو من الجمل وعن كل بنت سهم ولدين وبنتين يبقى أربعة أسهم وسهم عن الأضحية بعض العلماء قالوا ومن كان غير مستطيع يعني بش معاه يعمل أضحية وعقيقة ويقدر يجيب بس ثبيحة وحدة يجوز أن يجمع بينانيات الأضحية والعقيقة ودي فتو أفتت بيها دار الإفتاء المصرية يجوز العقيقة والأضحية بنية وحدة لكن الأفضل أن تكون العقيقة منفصلة والأضحية منفصلة طيب نجيب إيه في الأضحية؟ ابعد عن الأضحية العمياء والعرجاء والعجفاء والجدعاء والهزيلة إيه الكلام ده؟ العمياء اللي ما بتشوفشي العرجاء عندها عرج الجدعاء مقطوعة الأنف وكذلك مقطوعة الأذن ما ينفعش الضحي بيها طيب لو اشترت الأضحية وحصل لها هذا الأمر غيرها أبل العيد لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب الأضحية دي أنت بتتقرب بها إلى الله بتتأسى فيها بسيدنا النبي وبتتأسى فيها بسيدنا إبراهيم الخليل الذي ذبح عن سيدنا إسماعيل وفديناه بذبح عظيم هذا ما فعله الخليل إبراهيم يبقى تبعد عن العمياء والعجفاء والجدعاء والعرجاء والهزيلة ومقطوعة الأذنين وكذلك المريضة ومقطوعة الذنب اللي هو الديل والجلالة اللي هي بتأكل العذرة أعزكم الله ما ينفعش تذبحك إيه؟ كأضحية نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال فاصل وهرجع لكم تاني نتعرف على إمتى أدبح الأضحية خليكم عانوا وصلوا على الحبيب